اشتركوا في القناة واللي فاز مبارح في مباراة غاية في الاهمية على المقاولون العرب وعندنا تفاصيل كتير جدا وكلام كتير بخصوص هذه المباراة وبخصوص ما هو قادم من تحديات مهمة للفريق بالتحديد التحدي الافريقي وهي الصفحة الاهم حاليا بالنسبة لكل الاهلوية في كل مكان ده في حالتنا النهاردة هيكون الاستاذ علاء عزة الناقض الرياضي الكبير بالاهرام هيبقى معنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم والحديث هيكون باستفادة عن بعض الامور الهمة جدا على الساحة الرياضية المحلية وبالتحديد النادي الاهلي وتحدياته المجبلة بكل تأكيد خليني في البداية اروح اشوف اهم وابرز عنوين حلقة اليوم يلا بي الاهلي راحة 48 ساعة ويبدأ الاربعاء الاستعداد للنجم الساحلي عبد الحفيظ لا بديل عن الفوز امام النجم وثقاتنا كبيرة في اللعبين الاهلي يبدأ التحضير لرحلة السودان الجهاز الطبي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي فيفا يرفض طلب اللجنة الخماسية بالترشح في انتخابات الجبلية بعد هدفه في منشستر يونيتد صلاح في التشكيلة المثالية للجولة 23 بالبريمير ليج عندنا جانب كتير جدا بخصوص مباراة الامس اكيد الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان مباراة كتغاية في الاهمية لان انت كنت تلعب مع المنافس المباشر لك على بطولة الدوري حاليا وهو كان فريق المقاولين العرب فترة من الفترات كده بيجي لك كل فريق بتبقى بالنسبة لك مباراة توقمة سواء كان الاتحاد قبل كده اطحت بالاتحاد بعد الاتحاد السكندري دلوقتي انت بتبعد المقاولين العرب وبتغرد منفردا في صدار الترتيب بطولة الدورية بفارق النقاط مريح مع فريق المقاولين العرب حاليا فريق النقاط زي ما حرفكم عارفين سبعة نقاط والاهلي مباريتين مؤجلتين بإذن الله قد يصل لفارق 13 نقطة وده حيب أمر غاية في الاهمية مباراة كانت مميزة جدا أداء يعني معقول طبعا طبقا للظروف اللي بيمر بها النادي الأهلي على مدارة فترة اللي فاتت من حيث ضغط المباريات والإصابات وكل هذه الأمور لكن أهم شيء في كل الأحوال هو الفوز وسلاسة نقاط عشان الملف المحلي والتحدي المحلي تبقى ماشي فيه بالشكل المطلوب 12 فوز متتالي رقم ممتاز جدا بالنسبة لنادي الأهلي ما حصلش من سنين كتير جدا آخر مرة حصل الرقم ده كان أيام مستر بونفرير بالتحديد موسم 2002-2003 ودري النادي الأهلي أنه هو يفوز في 12 مباراة متتالية وحصل طبعا مستر مانويل جوزي في موسم 2004-2005 ما وصلنا 17 مباراة متتالية في بطولة الدوري لكن فيه جوانب عديد ده بتخص هذه المباراة طبعا احنا كسبنا 2-0 بهدفي حسين الشحات واليد سليمان الهدف الرائع والمميز جدا وأحد أفضل أهدف الدوري هذا الموسم لكن فيه واحد في الحقيقة مش واخد حقه قوي ولازم تديله حقه بصراحة عمر السلية نجم المباراة الأول لعيب كبير جدا جدا في نص الملعب والفترة اللي فاتت يعني الناس مركزة شوية مع عمر السلية لما بس يبقى مستوى قليل شوية يقولك أصلا عمر السلية وحش لا الراجل ما قاله فترة مستوى ثابت مع أي مدير فني بموجود هو العنصر الأساسي في تشكيلة النادي الأهلي وبيضيف الجوانب الهجومية والجوانب الدفاعية بشكل ممتاز إمباراة حمل اتنين أسست بالنسبة للهدفين بالنسبة للنادي الأهلي الهدف الأول حسين والهدف الثاني أسست أكثر من رائع لوليد سليمان وطبعا وليد صرف فيها بشكل ما فيش أحسن من كده بصراحة يعني كرة حلوة وهدف حلوة يعني بدنا نتفرج عليه تفكير عمر السلية وأنه هو يودي الكرة في المنطقة دي الوليد والوليد يلعبها بالأسلوب والتكنيك ده في الحقيقة أمر ممتاز الواحد هو بتفرج عن ماتش عادي سقف يعني من حلوة الجون فبالتالي جون ممتاز جدا ونقاط سلاسة مهمة جدا من نسبة للنادي الأهلي في مشوار بطولة الدوري من دمن كمان المكاسب على مدار المباراة اللي فاتت دي اللي هي أمام المقاولين ومباراة اللي قبلها كان ياسر إبراهيم بصراحة لأن ياسر إبراهيم مدافع كويس جي فترة من الفترات كده مستر فيلر يعني ما كانش بي يستعين بي كان ليه بعض المرحظات الفنية الميزة هنا بقى في اللاعب لما تدي لهم لحظات يشتغل عليها يطور من نفسه فبالتالي يجد نفسه في التشكيل الأساسي حصل مع ياسر إبراهيم الكلام ده وده أمر مهم جدا لازم نركز فيه لما يكون اللاعب عنده نواقص سواء فنية أو نواقص خاصة بالتركيز مثلا ويقدر يعالج من نفسه ويشتغل على نفسه فبالتالي يرجع ويوجد في التشكيل الأساسي أمر مميز جدا بالنسبة للعب وشخصية اللاعب بالطريقة دي تتناسب بالشكل الكبير مع فريق النادي الأهلي ده اللي حصل مع ياسر إبراهيم بيتقلق على مدار مباراة الأمس ومباراة اللي قابلها بشكل ممتاز وأعتقد حيكون عناصر المؤثرة جدا في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الموجوبة وليد سليمان طبعا فيش غبار عليه لعيب كبير وتاريخ كبير وخبرات عظيمة مع النادي الأهلي 35 سنة والراجل 8 جاب 6 أهداف في الدورة أمر مميز جدا وكانش بيععب بشكل أساسي لكن لما بينزل بيبقى مؤثر وليد سليمان سواء كأساسي أو كبديل فقمة كبيرة جدا وليد سليمان سواء هو أحمد فتحي أو اللاعب الكبار في النادي الأهلي عشور إكرام الناس الكبيرة دي أكيد لهم دور مميز جدا في مسيرة الفريق فبالتالي كانت تصار مهم لكن الأهم القادم أنت دلوقتي كده قفلت الملف المحلي وماشي فيه عشر على عشر عشر على عشر كسبت كل المطشاط والدنيا تمام زي فول اللي جاي بقى إيه؟ المهم المهم اللي هو إيه؟ مطشين النجم السحلي في القاهرة والهلال السوداني في السودان مطشين حاسيمين في مشوار النادي الأهلي الأفريقي مهمة قاوة أن أنت تكسب بإذن الله تعالى النجم هنا تقطع النجم بإذن الله إحنا قادرين ونكسب والدنيا تبقى كويسة وإحنا أفضل الأهلي هو الأفضل طبقا للمبارات الأخيرة طبقا لمسيرته سواء الأفريقيين أو المحليين لأن إحنا أفريقيين إحنا تعثرنا أول مباراة مع النجم وتعديلنا مع بلاتينيوم خارج الأرض ممكن ده تعادل ما يرديش لبعض لكن في نفس الوقت أنت الفرص كلها في إيدك تقدر من خلال المباراة اللي جاية أمام النجم السحلي قدامك أسبوع بتستعد من خلاله سواء من خلال طبعا 48 ساعة راحة وبعكاس إنا في التدريبات عشان تستعد المباراة بشكل جيد لغاية يوم الحد بإذن الله تعالى تلعب هذه المباراة تضيف ثلاث نقاط وتتفرغ للمباراة الأخيرة والحاسمة في دور المجموعات مباراة الهلال السوداني وحتى تلتطب طبعا أهمية هذه المباراة على نتيجة الهلال السوداني مع بلاتينيوم هناك في زنبابوين نتمنى كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة اللي جاية الأمور بإذن الله مشة بالشكل الجيد والمطلوب في إطار سعي النادي الأهلي نحو التآهل للدور المقبل دور التمانية بالتحديد ومن ثم المنافسة على هذا اللقب والحصول على هذا اللقب كمان لأن ده أمر بيهم جدا كل الأهلوية عايزة نروح سريعا للمؤتمر الصحفي الخاص بميستر فييلر مباراة هو كلام مهم جدا من نسباله ونشوف مستر فييلر قال إيه ونرجعنا على يلا بينا حسب المباراة وكريم نتائج نقاطها من دور التمانية هو السؤال كان فيه لعبة لعبة مركز غير مركزة أصلية زي أي من أشرف لعب باك ليفت ومتولي لعب ديفندر وسط المدافع يا ترى ده بسبب الإجهار بتجارب اللعبة فبيقول طبعا في الكورة الخادمة الحديثة لازم اللعبة بتلعب في أكتر من مركز دي مش لعبة فردية دي لعبة جماعية كل لعبة دي لعب في أكتر من مركز واتقنوا عشان حمش عفين سجوه في الجهاشة تلاقي ممكن بفي إرهاق ممكن في إصابات ممكن في غيابات زي ما نهارده شوفنا رامي ربيع خد نظار في كارت أحمر وحي مش حقق معنا للماتش الجاي يعني حيبقى نقص الماتش الجاي فحي نحتاج حد مكانه ففاكي تنلاعي بلعف أكتر من مركز ده بيساعدنا بيدي نحلو هناك مع الوروكروب وكل شخص يستطيع معنا وفينا وفينا جوازي الأخرى والدوانات بيدي نحلو وفينا طيب السؤال كان صلاح جمعا كان خرق بتصريحات الإعلام يعني تلك لتعرف التصريحات دي بترد تقول إيه عليها فبيقول على أولا أنا بقرش جرايط وما بتابعش الإعلام بس يعني التصريح قالوا لي على التصريحات اللي تقالت أنا أولا أي لعيب كوي تقدم عنده شقين شق يعني التركيز ومركز في الملعب السق زهني وشق فني وموهبة صلاح عنده جزء الفني لكن أعتقد بالنسبة للموضوع التركيز أعتقد أن النادي تم خصمه مبلغ لأن هذا يبين هو أصلا مكانش مركز أنا مش حكلم معاه أنا أتمنى له طبعا حظر سعيد يلعب مع أي فرقة تانية وأتمنى له النجاح لكن أعتقد الفترة جاية مش حيكون لي دور معاه فأتمنى له روح أي ناية تاني ويحق النجاح وأنا حب أسعيد لما شو بيحق نتيجة كويسة وبيلعب أداء كويس مع أي ناية تانية ويسألو يا طرى أنت شايف التصرف بتاع رامي ربيعة الفردي اللي عمله واللي تكلف الفرقة أن حيبقى فيه ناقعيب ناقص ماتش الجاي خاصة ماتش الجاي بيراميد زي ما حيك بتقول واللعابة الماتش الجزء منه دقيق منه ناقص لعيب إيه رأيك في التصرف بتاعه فأرد قال طبعا رامي ربيعة لعيب كبير وعنده خبرات وأعرف هو طبعا التصرف بتاعه وغلط ما كانش من الزكاء اللي هو عمله إنه هو أخذ كارت أصفر هو بس اعترض على القرار اللي تعال الحكم كان شايف إنه هو مش صائب فيه فاعترض بس إنه كنت ما أخذ كارت أصفر وفي كنت أخذ بالك من تصرفاتك وأكيد هو عارف إنه هو اللي عمله ده غلط جزء التاني السؤال التاني إيه رأيك في أداء الحكم النهاردة فقال أنا الأول حاجة أنا بمنتقدش الحكام ما بتكامش على التحكيم مش شغلتي أن أتكلم على التحكيم بس أنا شفت يعني مكانت نظري شخصين إنه هو صفر علينا أكثر أكثر ما صفر لنا بس أنا برضو مش مكان أن أنتقل لتحكيم وبكامش على التحكيم يعني ده هو شغل وأنا شغل بعمله كمدير فاني مايش هرقب تحكيم أهل سؤال برضو شلم المحدد سمعوا بيقول لحنا منهنيك عشان أول حاجة طبعا الماتش المرة اللي 12 إن الأهلي يسجل في آخر ربع ساعة في معدد التهديفي بتاعه عالي في آخر ربع ساعة وده بينه في تركيز لغاية آخر مبرة والجزء التاني تطور من أداء أحمد الشيخ بقى ليه واجبات دفاعية مع الجزء الشيخ الهجومي بتاعه فهو رد أول طبعا ده كشركة مدرب النفوذ أي لعيب كهو يتقدم يبقى ليه دور دفاعي والدور الهجومي زي ما أنت بتخلق فرص وتوصل لجون لازم بقدر بتساعد مالك في الدفاع هو بقى سعيد من أي لعيب بيتطور في أداءه يعني بقى سعيد بيبقى مبسوط له يعني إنه حاسن هو ليه دور في تطوير أداء أحمد الشيخ كلام مهم جدا طبعا مستر فيلر وبتحديد عايزين نتكلم في جزئين بخصوص كلام الراجل سواء فيما يتعلق برامي الرابعة أو فيما يتعلق بصالح جمعة طبعا موضوع رامي الرابعة مبارح ده يعني خطأ كبير جدا من اللعب يعني المفروض يبقى فيه ثبات فعالي بشكل أكبر من كده لأنه أنت ما تنمنش أنت كنت كذب واحد سفر بس الواحد إليه بصراحة لما اتطرد رامي الرابعة بعد تصرفه وأنه شتت الكورة كده بعدما الحاكم صفر وكان عنده إنذار فمهمة قوي أن رامي يتعلم من جزئية زي دي طبعا لعب كبير ولعب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي وإضافة بكل تأكيد طبعا لكن الغلاطات الصغيرة الزي دي ممكن تأثر فيه مطشاط مهمة قوي وممكن مطشاط تزيد أهمية كمان فيما هو قادم بعد ممورات المقاولين فخطأ يتعلم منه رامي الرابعة وعجبني جدا أن ميستر فيلر في المؤتمر الصحفي ويتكلم عن جزئية رامي الرابعة دي بيتكلم بهدوء خالص لعيب غلط تصرع في تصرفه وكلام من ده لكن لعيب كبير ويعني واخد الموضعي بهدوء خالص كده راجل ممتاز في الحقيقة في تصرحاته يعني ده فيما أتعلق برامي رابعة فيما أتعلق بصالح جمعة لأن عجبني قوي بصراحة بصراحة بحش أن الكلام يعني مع الاحترام لكل الجوانب اللي فيها تعاطف مع اللاعب يعني لكن عجبني الحسم من المدير الفن الراجل حسم الأمور خلص الدنيا عشان ما يبقاش بقى فيه كلام كتير أصل صالح هيعد أصل صالح هيمشي هو ريحنك إحنا كمان هنا في البرنامج في الحقيقة يعني فهو ده الكرار خلاص مبرح في مؤتمر صحفي حتى من صحفي جاي بيسأل مستر فييلر فالمسؤول على المؤتمر قال له لا نحن بنتكلم في المطش بس مستر فييلر لما عارف إن السؤال على صالح قال له لا لا سيبه مفيش مشكلة نرد في بعض المدربين بيتهربوا ممكن يكونوا عارفين مثلا مدى الحب من جمهور نادي الأهل اللاعب زي صالح جمعة طبعا ليه كل الاحترام والتقدير ولعب مميز جدا جدا صالح جمعة لكن الراجل قال له ايه لا اسأل حسم على طول اه صالح معي الفترة جاي مش معاي يا جمعة وأتمنى له التوفيق في أي حتة تانية فدي جزئية مهمة وبرضو فيه كلام يعني برضو لازم احنا نفكر فيه كمتابعين أو محبين للنادي الأهل فيه جانب فني والراجل أقر بإمكانيات صالح جمعة الفنية وجانب يتعلق بالتركيز والثوابت بتاعت الفريق شخصية المدير الفني ومدى تعامله مع هذه الأمور بانت في المواقف اللي زي دي لما يكون مدرب بالشخصية دي واخد قرارات خلاص حاسمة اللي هو يعني انت معاي مش معايك يعني حاجة بتفكرنا مستر مانو الجزي قبل كده لما شايف اللعيب اه امكانيات الفنية كويسة لكن مش مركز معاه لا خلاص انت ممكن تأثر بالسلبة على فريقتي فاخرج عارة هتشوف هتمشي بيع كلام انت ده بقى جزء إداري ممكن النادي هو يتصرف فيه لكن فيما تعلق بالأمور الفنية احنا لازم يا جماعة يكون تركيزنا كله منصب على تشجيع النادي وليس تشجيع اللاعب طبعا بنحب صالح جمعة لعيب مهاري وامكانيات عالية جدا جدا طبعا محدش يقدر يختلف لكن في نفس الوقت مصلحة الفريق هي الاهم فوق كل شيء فوق اي لعيب ده اللي ركز عليه مستر فيلر ده اللي فكر فيه المدير الفني في الحقيقة عشان يبقى الفريق لائق لخوض المباريات بقى رياحية بدون اي ازمات بدون اي مشاكل في تواجد كل التركيز الكامل لكل اللاعبين ومجموعة المتاحين بالنسبة له فعجبني جدا حسن مستر فيلر هل معنى كده ان صالح جمعة خلاص برا النادي الاهلي وماشي وما كلام من ده لا ممكن صالح يطلق عارة مثلا يتقلق يرفت نظر المدير الفني فيرجع يبقى اضافه باذن الله وده اللي احنا بنتمنى في كل الاحوال لانه هو قيمة فنية اضافة بكل تأكيد للفريق يبقى بس الامور اللي تتعلق بالتركيز دي باذن الله باذن الله ينجح فيها خلال الفترة الجاية صالح جمعة ويرجع ويكون اضافة بالنسبة لنادي الاهلي فقلاص يعني موضوع صالح جمعة كده ايه الرجل قرر قرار نهائي ومش هيكون معاكل لفترة جاية وده تصرحات المدير الفني للنادي الاهلي بنفسه زي ما حركوا سمعتوها بالنسبة للمؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب فيه جزء اخر ومهم جدا واحنا دايما دايما من خلال البرنامج بنحاول نوضح الامور بشكل كامل لجمهور النادي الاهلي يعني مبارح مثلا ايه بعض الناس كده تكلموا على ان فيه مشادة ما بين كهرباء وإحمد فتحي لكن ما تكملوش الخبر يعني ما تكملوش الا حصل بعد كده اكيد حضراتكم بتتبعوه بتشوفوه اكيد عرفتم ان مثلا مشادة ونرفازة ملعب بتحصل سواء بقى كهرباء احمد فتحي اي من اشرف واي لعيب تا اي اسم في الفرقة بشكل عام طبيعي كده فيه نرفازة ملعب تعلمات مثلا معينة او خطأ فني معين في الملعب فبيعالجوا هذه الامور في الملعب ما بينهم بعضك اللعبين لكن تصرف كهرباء عجبني اوي عشان ينهي اللغط وكلامي كتير اللي كان ممكن يحصل بعد المشادة دي لان بالتحديد فيه صحافين في الملعب اكيد بيتابعوه وبيشوفوا اللقطات دي الراجل راح اخد من قصيرها كده يا جماعة بنرفازة ملعب وهو في المطش راح بقى ازدماغها احمد فتحي لان هو طبعا قيمة كبيرة احمد فتحي وقائد وخبرات عظيبة خبراته اعلى من كهرباء ما فيش نقاش فأمر مهم جدا واتمنى من الجميع لما يبقى فيه خبر يعني قاريت البعض بيقول ايه ان مشادة حصلت في دي مش عارف كام ما بين احمد فتحي وكهرباء وستوب خلاص كده خلص الخبر خلص لا اتكلم في اللي بعده ايه اللي حصل بعد كده فاللي حصل امر مهم جدا وبيضل على تركيز كهرباء ويعني عارف ان هو يزن الامور بالشكل كويس عارف هو فين في نادي ايه والتعامل فيه بيبقى عامل ازاي والامور بيبقى ماشية ازاي عشان يكمل بالشكل المطلوب مع النادي الاهلي وهو اكيد اضافة طبعا فنية سواء هو احمد فتحي وبقيت زملائهم في الفريق اضافة فنية مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ده فيما يتعلق بكل الامور الخاصة بالمبارات اللي امس اتمنى كل التوفير للنادي الاهلي في المرحلة الهمة المجبولة في التحدي الافريقين برح كمان كان فيه مباراة مهمة جدا ليفر بول ومانشستر يونايتد على الصعيد العالمي وبتحديد الدوري انجليزي وفوز ليفر بول على منشستر نايتد بنتيجة اتنين سفر الاهم بالنسبة لنا تهديف محمد صلاح في هذه المباراة واحرازه لهدف في الديئة التالتة والاخيرة من الوقت الاضافي الوقت بدل ضيع من احداث المباراة وكان ينقص محمد صلاح احراز هدف منشستر يونايتد وعشان كده شفنا الفرحة الكبيرة بالنسبة للعب بعد الهدف اللي جيه في الثواني الاخيرة اسيست اكثر من رائع من قهرابا حتى جيمز في ظهر تمام دانيل جيمز وقدر ان هو يحرز في شباك ديخية اللي ماقدرش محمد صلاح احنا قلت كهرابا كهرابا معنا مش في ليفر بول ماشي ماقدرش ان هو يحرز اهداف قبل كيه في ديخية لكن قدر ان هو يحرز اخيرا هدف وواحد فرح بهدف محمد صلاح طبعا شوفت الملخص على المطشب على ليفر بول لان كل ما نتفرج على المورات الاهلي بالنسبة لنا هي الاهم طبعا ففي كل الاحوال كان هدف مميز وقدر محمد صلاح يصل للهدف في رقم 11 ليه في بطولة الدوري ونقص له كده فرقتين ما جابش فيهم اهداف في تاريخ مبارياتهم مع ليفر بول في الدوري انجليزي اسلون فيلا اللي موجود لسه وعنده جولة معاه أو مباراة معاه مع نهاية الموسم في الدوري وسوانزي سيتي اللي هبط للدرجة التانية هو الفريق ايضا الاخر اللي مقدرش محمد صلاح يحرز اهدافي لكن كل الفرق اللي هو واجهها في الدوري انجليزي على مدار التلات السنوات السابقة أو السنةين ونص قدر ان هو يحرز فيهم اهداف وده ايضا امر كان غاية في الاهمية بالنسبة لنجمنا المصري الكبير محمد صلاح خليني سريعا كمان اقول لحراركم مباريات اليوم وامس تحديدا في مختلف الدوريات الدوري المصري النهاردة فيه مطشط اسوان ووادي ديجلة خلس تاتة واحد لودي ديجلة وفيه ايضا مطشة اخر طلع الجيش والاتحاد السكندري مباراة تبقى قوية ومهمة جدا امباراة كان فيه ايضا بعض المباريات في الدوري انجليزي بيرنلي مع ليستر سيتي وبرنلي فاز 2-1 تعتبر من ضمن الفجات ليفربول طبعا شستر ناتي 2-0 ليفربول الدوري اسباني ريال ميوركا فاز على بالينسيا 4-1 ريال بيتيس فاز على ريال سوسيداد 3-0 فيا ريال خسر من اسبانيو الـ 2-1 أتليتيك بلباو 1-1 مع سيلتا فيجو برشونة فاز بهدف ليونال ميسي 1-0 على غيرناطا وكان بقاله كتير ما بيحرس هدف غيرناطا ومع المدير الفني الجديد كيكي سيتن وقدر ان هو يفوز بهذه الممبارات الدوري إيطالي ميلان فاز على الدونيزي 3-2 بولونيا 1-1 مع هلاسا فيرونا بيرشيا مع كالياري 2-2 ليتشي مع انتر ميلان 1-1 دجين وخسر من روما 3-1 يوفينتوس فاز على بارما بهدفي كريستيان رونالدو 2-1 هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع ونواصل أهم الأكبار الكتبت عن ناجي أهلي في الصحف يلا بينا اهلا بحضراتكم من جديد خليني سريعا أطمن حضراتكم بشكل أكبر على فريق النادي الأهلي وبرنامج الإعداد للفترة اللي جاية والمباراة القادمة أمام النجم السحلي فنشوف بعض الأخبار الهمة الخاصة بالفريق يعني الأهلي مثلا زي ما حالكم عارفين راحة 48 ساعة النهاردة وبكرة ويستقنف تدريبات بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى بشكل طبيعي ويستعد بالشكل المطلوب والأنسب لمباراة النجم السحلي اللي مقرر لها بإذن الله تعالى يوم الحد 26 يناير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجمعات بدوري أبطال أفريقيا الجهاز الفني في المقابل ابتدى دراسة فريق النجم السحلي بالفيديو من خلال 6 مباريات بالتحديد لهذا الفريق سواء بعض المباريات الخاصة بهم في بطولة الدورة التونسية أو مباراته مع النادي الأهلي في الجولة الأولى أو أيضا مبارياته الأخيرة آخر المباريتين بالتحديد له في دور المجمعات من دوري أبطال أفريقيا سواء أمام الهلال أو بلاتينيوم فكل هذه الأمور سيتم دراستها بشكل جيد من خلال هذه اللقطات الخاصة فريق النجم السحلي من قبل الجهاز الفني اللي بيعكف على الدراسة بداية من اليوم ومرورا طبعا على مدار الفترة الجاية حتى موعد المباراة فيما يتعلق بالكابتن سعد عبد الحفيظ وبعض التصريحات الهامة ليه الرجل قال لا بديل عن فوز أمام النجم السحلي وده طبعا أمر مفروغ منه بإذن الله تعالى نكون موفقين ده أهم شيء وقال كمان نحن بنصق في قدرات لعبي الأهلي وتطرق لأهمية هذه المباراة وصعوبتها وحساسية المواجهة خصوصا أن نادي الأهلي مقدموش غير الفوز والسلاثة نقاط عشان يقرب من التأهل بإذن الله تعالى لدور التمانية قال إن إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في قدرات لعبي الأهلي دي التصريحات على سان كابتن سعد عبد الحفيظ ثقة كبيرة في قدرات اللعبين وفوزهم بإذن الله في المباراة الجاية وخصوصا في الزل تلاحم المباراة والفترات الزمنية القصيرة ما بين كل مباراة وأخرى سواء في الجانب المحلي أو الجانب الأفريقي كمان كابتن سعد عبد الحفيظ تطرق لأهمية 48 ساعة اللي هم راحة بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة للعبين وده بسبب أو يعني كمساعدة للتقاط الأنفاس خاصة إن الفريق كله كان بيعاني من خلال الفترة اللي فاتت وعشان بإذن الله يبتدي بالتحضير بالشكل الجيد اللي هي المواجهة المقبلة أيضا كابتن سعد عبد الحفيظ يجتمع مع الجهاز الإداري لترتيب رحلة السودان والأهلي دائما بيشتغل زي ما حاركوا عارفين من الجانب الإداري بشكل مبكر جدا بخصوص أي رحلة فيما يتعلق بمعيد الصفر فيما يتعلق بملاعب التدريبات فوندو الإقامة كل هذه الأمور فالكابتن سعد عبد الحفيظ بيتواصل مع كابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي عشان يتم التنصيق بشكل مبكر للصفر مع أن الصفر سيكون أعتقد مباشرة بعد مبارات النجم الساحية تلعب يوم الحد ممكن تسافر يوم الثلاث لأن المفروض أن مبارات الهلال ستكون أول الشهر يوم واحد في شهر فبراير فنتمنى لهم كل التوفيق في مجموعة المباراتين بإذن الله فيما يتعلق بحالة رمضان صبحي وده أمر مهم جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي رمضان ماشي بخطوات تجيدة جدا في برنامجه العلاجي والتأهيلي وهيخش التدريج جاي في التدريبات الجامعية بشكل طبيعي مع الفريق موضوع أن يلحق مبارات النجم وللأ الفرص صعبة شوية لكن هنشوف إلا يحصل خلال الفترة الجاية على حسب تطور حالة اللاعب رمضان صبحي طبعا واخمة كبيرة وإضافة فنية كبيرة بالنسبة لنادي الأهلي في حالة عودته لمورات النجم حتى لو ما رجعتش إن شاء الله عندنا طبعا لعبين ممتازين يقدروا أنهم يحققوا أهدف جمهور النادي الأهلي في كل مكان نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحفي النهارة يلا بنا الأهرام يوم الفانيلا الحمراء في مصر وانجلترا الأهلي يغرد على القمة منفردا وليفربول بلا منافس في البريميرلي الأخبار الأهلي يرود زاب الفارس الأحمر يعزز الصدارة بفوز مسير على المقاولون بهدفي الشحات والحاول أخبار الرياضة الأهلوية تساءلون الدور على مين من المنافسين الأهلي بعشرة لعبين يكهر المقاولين الأخبار المسائي الأهلي يبدع الأحمر يفوز على المقاولون بعشرة لعبين ويواصل لسلسلة انتصاراته بالدور المساق بعد الفوز على المقاولون 2-0 الأهلي عد وفات بوليده الشحات الأحمر حقق الفوز الـ 12 على التوالي ورفع رصيده لـ 36 نقصة المصر اليوم الأهلي يهزم المقاولون بصنائية وليد والشحات في موقع السلام فيلر صالح لن يكون له دور معنا في الفريق الفترة المقبلة اليوم السابع الأهلي يرفض عرضا مغريا لبيع أجيال العين الإماراتي محاولات مبكرة لحسم صفكة حجازي الجهاز الفني يفتح ملف ممارات النجم وبجي يشارك في التدريبات الجماعية الشروق فيلر يدرس سيناريو عدم الاعتماد على بجي أمام النجم الساحلي تأكد غياب رمضان صبحي ومحاولات لإقناع أذارو بالانتقال للاتفاق الصعودي انتظار عرض إماراتي لجيرالد الوطن الأهلي يحسب مصير السنائي الغاضب ويعاقب جمعة بسبب فيلر الفريق راحة من التدريبات اليوم صعوبة لحق رمضان بموقعتي النجم والهلال وارتياح الداخل الجهاز الفني بعد تأجيل لموقعة وأخيرا الدستور الأهلي يحسب مصير أذارو وزيرالدو بعد النجم وتمديد عقد صلاح مصر طيب خلينا نبتدي بجريدة الأهرام واللي بتتكلم عن انتصار النادي الأهلي بالأمس وربطت كمان ما بين انتصار النادي الأهلي وانتصار ليفربول طبعا الفريق الإنجليزي المتصدر لبطولة الدور الإنجليزي نفس الحال بالنسبة لنادي الأهلي بيقولك يوم الفينيلا الحمر في مصر وانجلترا الأهلي يغرد على قمة منفرد بعد طبعا فوزه على انبارح بالأمس على فريق المقاولون العرب بهدفي وليد سليمان وحسين اللاشحات وليفربول بلا منافس في البريمير ليج وده حقيقيا ليفربول فارق النقاط ما بينه وما بين منشستر سيتي دلوقتي يحامل اللقاب يهزم القولون والحاوي صاحب أجمل لقطة وصلاح يفق عقداته أمام ديخية ويحرز هدفه الأول في اليوميين تجيب لي كده يعمر الجدول المصر جدول دوري مصري وجدول دوري إنجليزي كده جنبه بعد نحاول نقارن شوية نسبيا ما بينهم هما الاتنين لأن فيه تقارب فعلا في الحقيقة في شكل منافس سواء الدوري الإنجليزي الأهلي منفرد زي ما حراركو شايفين كده مش عارف هي واضحة لحضاركو في الشاشة ولا لأ لكن يعني ليفربول طبعا إحنا لعب 23 مباراة ولا 22 يا جماعة قلولي 22 مباراة أعتقد تمام ومشاء الله يعني كسب كل مباراة معدة عدو الوحيد كان في الجولة التاسعة بعد 8 انتصارات متتالية ده الفرق ما بين ليفربول والنادي الأهلي حاليا الأهلي لعب 12 مباراة ما تعدلش ولا خسر ولا ماتش ووصل الجولة 12 كمان من خلال 12 فوز ليفربول لما يجيه عند الجولة التاسعة كده يمكن ايه تعادل ماتش مع منشستر نايت في الجولة الأولى أو مباراة الأولى بنسبة لهم هناك في الـ Old Traffled فارق النقاط ما بين ليفربول ومنشستر سيتي دلوقت 16 نقطة فارق النقاط ما بين الأهلي والمقاولين العرب حوالي 7 نقاط والأهلي ليه ماتشين مؤجلين يعني ممكن يوصل ليه 13 نقطة ففعلا فيه تقارب شوية زي ما الأهرام كده بتقول في شكل المنافسة بين الدوري مصري الأهلي وباقية الأندية والدوري إنجليزي ليفربول وباقي الأندية في الدوري الإنجليزي احنا نتمنى في الحقيقة نتمنى للأهلي يتوج بطولة الدوري بإذن الله السنة دي ونفس الحال نتمنى لليفربول عشان يبقى إنجاز كبير جدا محمد صلاح إنه يساهم مع الجيل الحالي في عودة البريمير ليج أو الدوري إنجليزي لليفربول بعد 30 سنة آخر مرة فازوا به في عام 90 طيب خلينا نروح لخبر آخر من أخبار الرياضة أخبار الرياضة بتقول إيه بتقول الأهلوية يتساءلون الدور عالمين من المنافسين الأهلي بحشرة لعبين يقهر المقاولين يعني كلام وعناوين بتبقى طبعا في اتجاه الإشادة بفريق النادي الأهلي خصوصا بعد انتصارات المتتالية ماشاء الله وبعد تقلق لعبين لكن في نفس الوقت يا جماعة مش عايزين ننسى إنه طبعا في فرق كبيرة جدا في مصر وفي منافسة إنت مصر الجاي مثلا عندك في الدوري هيكون مع بيرامدز بعد ما تلعب النجم الساحلي وتلعب الهلال هتلعب بيرامدز فما راح تبقى قوي جدا فريق قوي وعنده إنكانيات كبيرة فمش عايزين نقلل من الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي في كل الأحوال لكن هي عبارة عن حالة ثقة واضحة جدا في العنوان ده من كاتب هذا العنوان في فريق النادي الأهلي وقدرته طبعا عن مصر تنصارات وأيضا في ثقة متبادلة دلوقتي أو مش عايزة أقول متبادلة ثقة من جمهور النادي الأهلي فيه تلعبته وجهازه فني بالتحديد في الجانب المحلي الجانب الأفريقي إن شاء الله احنا ماشي معهم كده واحدة واحدة وبإذن الله بإذن الله يقدروا يفرحونا كمان زي ما بيفرحونا في بطولة الدوري نروح لخبر آخر من المسا وأيضا كلام على مباراة الأهلي المقاولين قال لك بعد الفوز على المقاولون 2-0 الأهلي عد وفات بوليده الشحات الأحمر حقق الفوز الـ 12 على التوالي ورفع رصيده لـ 36 نقطة يعني برضو إشهادة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي بعد الفوز والتقلق في أمراض الأم سواءات لها العنوين كلها متشابهة يعني بتشيد بالنادي الأهلي بعد هذا الكام الهائل من الانتصارات المتتالية وكمان كانوا بيشيروا يعني العدد الانتصارات المتتالية اللي حصلت أيام مستر بونفرير 12 انتصار متتالي وينقص بس النادي الأهلي إنه هو يوصل ويعدي مع مستر فييلر بإذن الله 17 انتصار متتالي ده حيبى أمر مهم جدا مش هو الأهم طبعا لكن حيبى رقم كياسي مميز يضاف للمستر فييلر والفريق حاليا نروح لليوم السابع نتكلم بقى بعض الأمور الأخرى بخلاف مبارات الأهلي والمقاولون وبيتكلموا على إن الأهلي يرفض عرضا مبريا لبيع أجاية لعين الإماراتي ما كانش فيه أي عرض رسمي جيلة أجاية من العين الإماراتي لكن ممكن كان فيه كلام شافه يعني أسبوع كده باين إن عجاية ماشي من الأهلي وإن فييلر مش عايزه الراجل بيلعب أساسي طبعا على طول وحتى المجاله عرض حتى لو شافهي الأهلي رفض طبعا التفريد في اللعب وأكيد مستر فييلر مقتنع به أو بيلعبه بشكل كبير جدا زي ما إحنا متابعين في صفوف الفريق بيقول لك كمان محاولات مبكرة لحسم صفقة حجازي خلينا نتكلم بصراحة موضوع حجازي مش بس حتة إن هو كاسم مثلا أحمد حجازي أو حاجة لكن هو دايما النادي الأهلي بيخطط للمستقبل أنت دلوقتي في شهر يناير قدرت أن أنت تجيب كهرباء تجيب أليو باجي وبالتالي أنت خلاص قفلت قائمتك في شهر يناير السف الجاي بقى أنت هتعمل إيه بتخطط من دلوقتي النواقص اللي عندك ممكن تكون إيه طبعا من خلال لجنة تقطيط للقرى عشان يكونوا إضافة للنادي الأهلي في السف اللي جاي فدايما بيبقى فيه يعني خطة بعيدة المدى النادي الأهلي بيبقى مأكد عليها أو بيبقى مخطط لها بشكل جيد عشان يقدر يخلي الفريق دايما في المستويات الرائعة في بطول الدوري وبطول الدوري عطال أفريقيا فده أمر يعني بيمتاز بين نادي الأهلي دايما نجاز الفاني يفتح ملف مباراة النجم وده أمر طبيعي جدا ويبقى يشارك في التدريبات الجماعية لا لسه هو ما شاركش في التدريبات الجماعية لكن ممكن يشارك قبل 48 ساعة بالضبط لمباراة النجم السحلي قرار بقى تواجده في قايمة المباراة ولا لأ ده يرجع لجهاز الفاني هنشوف بقى على حسب كمان المكان أو اللعب اللي حيخرج عشان يتم إضافة اسمه ويبقى محليا ومنسمى إضافته أفريقيا نروح للشروق والشروق بتتكلم عن السيناريو الخاص بمباراة النجم السحلي واحتمالية عدم الاعتماد على أليو باتجي ومستر فيلر أكيد بيدرس هذا السيناريو وكيفية تخوض هذه المباراة الاحتمالية مش عشان موضوع بس القيد وكلام من ده أو ممكن يكون عشان الجهازية الفنية والبدنية بالنسبة لللاعب آخر ماتش اللعبه قبل أعياد الكريسمس أعتقد مع فريق رابط فريق السابق فبالتالي هو بعيد عن الحساسية ممكن نسبيا حتى لو فترة أو أسبوعين أو حاجة لكن في نفس الوقت لازم يكون جاهز من نسبة 100% عشان يتم الدفع به ده طبعا أو دي رؤية خاصة بالجهاز الفني هو أدرع تأكيد غياب رمضان صبحي نسه مش بشكل رسمي لكن يعني اعتبر رمضان صبحي مش موجود معنا في المباراة الجاية عندنا لعبين جاهزين إن شاء الله يكسبونا بإذن الله محاولات الإقناع أزارو بالاتفاق السعودي أنه ينتقل للاتفاق السعودي وانتظار عرض إماراتي لجيرالدو مبارا كان فيه تصراعات للكابتن سيد عبد الحفيز بعد المباراة وقال إحنا لسه مستقرناش من اللي حيمشي سواء أزارو أو جيرالدو والموضوع محل تقييمه وبعض العروض اللي ممكن تيجي للعب ده أو اللعب ده وبعضي كان يتخذ القرارات الأنسى في صالح النادي الأهلي وأكيد في صالح لعبيه لأنهم أيضا لعبيه سواء جيرالدو أو أزارو أعتقد يعني لو حد ماشي فيه ممكن يكون على سبيل الأعارة مش على سبيل البيع هنشوف خلال الفترة اللي جاي تعالوا نروح للدستور آخر خبر معنا والأهلي يحسن مصير أزارو وجيرالدو وبعد النجم وتمديد عقد صلاح محسن ربما ربما الأهلي يحسن بعد مباراة النجم لأن انت في كل الأحوال لو اللي اتنين موجودين معاك لمباراة النجم إذن هم متاحين للجهاز الفاني ممكن تستعين بأحدهما في هذه المباراة واللتنين جاهزين والدنيا زي الفلقاء ممكن أزارو بس عنده زي جزع في إيده مثلا أو حاجة فمش موجود في فترة دي لكن زي موقت حركه لسه ممكن تلاقي حد فيهم بيلعب أساسي في مباراة النجم أو واحد فيهم الكلام ده حيحدد أو حيبان على مدار الأيام القليلة جدا المقبل موضوع تمديد عقد صلاح مصن ده تحسبا لخروج عارة لو حيخرج عارة في الجهة اللي بممكن يتم تجديد عقده يعني فحنشوف الأمور دي هيتامل إعلان عنها بشكل رسمي من قبل النادي الأهلي بكل تأكيد أخبار الأهلي في المواقع نشوف اليوم السابع وليد سليمان رجل المهام الصعبة في الأهلي الوطن سبورت بسبب شروخ في عظام يده أزارو يخضع الأشعة جديدة بعد 14 يومين البابا سبورت ألصفاكسي يرفع قيمة المالية ويجدد طلبه لاستعارة جيرال يلا كورة بعد قرار فيلر بشأن صالح جمعة رباع الأهلي ينتظر تحديد مصير طيب اليوم السابع وكلام على وليد سليمان طبعا والإشادة كل الإشادة بهذا اللاعب المميز واللي بيديه دايما لنادي الأهلي لما بيكون متواجد في الملعب وبتكلمه عن أنه هو الرجل المهام الصعبة في الأهلي بالمناسبة وليد سليمان دلوقتي هو بيحتل المركز التالي في قائمة هدافي بطولة الدوري عبيجي في الأول عبدالله سعيد عشرة أهداف بعده محمد شريف ثمان أهداف وبعدكية وليد سليمان وحسام حسن لعب سموحها ومهاجم سموحها ستة أهداف وده رقم مميز جدا من نسبة الوليد سليمان وأول سنة دي كمان لعب سبعتاشر مباراة جاب تسع أهداف المجمل كله ستة في الدوري وتلتة دوري عبطال أفريقيا فبالتالي لعب لاغر عنه في صفوف النادي الأهلي طبعا نجم النادي الأهلي وليد سليمان وتمنى له دايما التقلق والاستمرار على هذا المنوال معنا نروح للوطن سبورت والكلام على أزار هنفضل بقى احنا في فترة جاية دي بنتكلم على أزار وجرالدو لحد ما يتم الحسن كل ما نخلص من حاجة نطلع حاجة تانية بسبب شروخ في عزام يده أزارو يخضع على أشعة جديدة بعد 14 يوما وأزارو كان عنده يعني زي شرخ كده زي ما هو مكتوف في إيده ومجبسها فبالتالي حيبقى فيه أشعة تبقى للبرنامج العلاج الخاص يعني باللعب هيتم معرفة بدل تقام هذه الشروخ من خلال هذه الأشعة بعد 14 يوما هذه الأشعة دي تعيقوا من المشاركة في التدريبات أو المباريات يعني أعتقد أو عفوا يعني الكسر ده أو الشروخ دي تعيقوا ولا لأ ما هيبان أكتر خلال فترة جاية هنشوف يعني لكن هو يبقى لعب مهم طبعا أزارو تعالى نروح البابا سبورت وكلم مع جيرالدو جيرالدو الصفاكسي يرفع الكيمة المالية ويجد الطلب لاستعارة اللعب إحنا عارفين فيه اهتمام وده حقيقي فيه اهتمام من الصفاكسي التونسي بخصوص جيرالدو كان فيه عرض الأول لنادي الأهلي العرض يمكن اللعب ما كانش مفعلي لأن الكيمة المالية بتاعته قليلة شوية والنادي الأهلي أيضا أعتقد الكيمة المالية في التوقيت ده كانت قليلة شوية لكن الصفاكسي عد للعرض بتاعه وأرسل عرض أخر بالنسبة لنادي الأهلي على حسب ما البابا سبورت كانت بيه لكن المؤكد ده فيه طبعا اهتمام من الصفاكسي باللاعب هنشوفه المفوضات خلال الفترة الجاية هتخلص على إيه بخصوص جيرالدو أو أزار ومين فيهم اللي حيقعد مع النادي الأهلي خلال الفترة الجاية أيضا كمين اللي حيقعد إن شاء الله بإذن الله يعني يكون إضافة لنادي الأهلي مع زمياء وخلال الفترة الجاية لأن إحنا عندنا دولة أبطال أفريقيا هو أهم تحدي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي يلا كورا بعد قرار فيلر بالشأن صالح جمعة رباع الأهلي ينتظر تحديد دموصير أصدام على مين الزمع على أزار وزيرالدو تمام وصلاح محسن وعمار حمدي أزار وزيرالدو احنا تكلمنا عليهم خلاص ما فيش كلام تاني يتقل فيهم يعني نشوف الدنيا ستبقى القرار النهائي هيكون زي ما بارح كده مستر فيلر أعلن قرار النهائي بخصوص صالح جمعة لسه ما أعلنش عن قرارات النهائية سواء هو أو كابتن سعد عفيز أو أحد المسؤولين يعني أو النادي الأهلي بشكل عام يعني بخصوص صلاح محسن وعمار حمدي أعتقد أعتقد وده القرار أن الأهلي حيبقى يعني إيه مستني لآخر شهر يناير بخصوص أعارة أحد لعبيه سواء عمار أو صلاح محسن ليه حيستنى لآخر شهر يناير تحسبة للإصابات لقدر الله ممكن يتعرض لها أي لعب الظروف اللي ممكن يمر بها الفريق فبالتالي تلجأ أن أنت تخلي مهد سنة واحد زي صلاح محسن ده مقايد أفريقيا فممكن تلجأ له في كل الأحوال بالنسبة لعمار حمدي ممكن تستقر في نهاية على قيد عمار حمدي في القايمة الأفريقية لأن أنت عندك قيد تقعرابة هتقيد آليو باجي حابين يصلك مكان ممكن يبقى عمار حمدي ممكن يبقى محمد عبد المنعم برضو قرارات خاصة بالجازة الفني لكن فيه تريص شوية بخصوص هذه القرارات مع انتظار نهاية شهر يناير وإغلاق سوق الانتقالات الشتوية أو فترة القيد بالتحديد يعني طيب أخبار محلية وعالمية سريعا يلا سوبر كور الجبلية تخاطب اتحاد الكورة النمساوي لحصول على بطاقة بادي بقابة أخبار اليوم تضارب المصالح باندي يهدد ثلاث فئات من الترشح لانتخابات اتحاد الكورة المقبلة بقابة سبورت فيفا ترفض طلب الخماسية بالترشح في انتخابات الجبلية الواطن سبورت اتحاد الكورة يدافع عن نفسه في تأجيلات الدورة اليوم السابع اتحاد الكورة يجهز لقاحة عقوبات موحدة لمنع الهجوم على الحكام بطولات اتحاد الكورة وضعنا خطة أو خطة لدور المظاليم سيصبح مثل الشامبينشيب الإنجليزي باوت الأهرام الجنيني يكتبع مع محمد صلاح في الأنفلد موقع الكابتن محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للجولة الثلاثة وعشين من دوري انجليزي باوت الشروق ارنولد عن هدف صلاح قررنا ما فعلناه قبل عشرة سنوات موقع كورة قرعة نارية تنتظر كبار افريقيا في تصوات المنديل في الجول سانجرمان كافاني طلب الرحيل ندرس عرضا من أتلتكو مدري يلا كورة سري رونالدو يتسبب في مشاكل ولكنه يحل مت مشكلة أخرى طيب خلينا نروح لفاصل سريعا بعد الفاصل ينضم لي الناقض الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة الناقض الرياضي بالأهرام والحديث هيكون باستفادة في بعض الملفات الهم على الساحة الرياضية المحلية والتحديد فيما يتعلق بالندينا الحبيب النادي الأهلي استنونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد من ضمننا بعد الفاصل الناقض الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة الأستاذ علاء أهلا بك أهلا بك عمير ربنا خليك ده نورك حمير ربنا خليك تسمع عمير ربنا خليك عندنا كلام كتير جدا خليني يبتدي مورات مبارح مورات المقولين وتقييمك بشكل كامل لمسئلة النادي الأهلي محلية تحديدا رأيك أنا شايف أن الأهلي كان محظوظ جدا جدا أن تكون آخر مباراة قبل مباراتين النجم والهيال السوداني مع فريق المؤولين العرب أعتقد المؤولين العرب ده تقريبا أعتقد مبارات المباراة كانت ظروفة حية للنادي الأهلي لمبارات النجم تحديدا لأن تقريبا النجم هي لعب بنفس الطريقة اللي يلعب بين نادي المؤولين اللي هي التوازن ما فيش الدفاع حجومي فيها جمعات مرتدة في وصول المرمى كتير جدا في الواقع بدنية عالية جدا وكل كل امتيازات دي موجودة في نادي المساحلة فأنا يعني مبارح طول ما أنا بتفرج على مبارات الأهلي كنت دايما سعيد حتى ونتيجة صفرة صفرة حتى ونتيجة واحد صفرة حتى بعد طرد الرم ربيعة كنت مبسوط جدا جدا أن نادي الأهلي كان محظوظه هناك لأن السلوب ممكن يكون متشابه جدا إلى حد كبير جدا إلى حد كبير جدا جدا يعني أنت لو شفت آخر ماتشين لفريق النجم الساحلي وخاصة مبارات الهلال السوداني بالكربون مبارات الأهلي بس مع الفريق بس أن النجم قدر يخطف مبارات وده ما حصلتش المقولين لكن نفس طريقة اللعبة واحدة نفس الفكر واحد تقريبا ونفس الأسلوب الضغط على النادي الأهلي ونفسهوش من المساحات أعرفين النادي الأهلي كويس جدا ونبدوش النادي الأهلي فرصة للسيطرة على القرى التمريرات الضغط العالي الضغط من وراء إزاي الفرقة كونها تطلع مع بعض فأنا كنت شاف أن النادي الأهلي كما حظوظ جدا وأنهو اللعب مع المؤولين فالصدوقيت دي أفضل بروفة يعني النادي الأهلي مفيش فرقة في الدورة المصري كانت ممكن تفيدي النادي الأهلي قبل مبارسة النجل قد مبارسة المؤولين العرب مفيش فرقة في مصري يعني أعتقد لأن أي فرقة في مصري ممكن تكون دفاعية جدا في النادي الأهلي مكانش يتوبة بالنسبالة والتغروب مفيدة جدا لأن النجم مش جرعب دفاعي لأن النجم عارف كويس جدا أنهو جاي عايز يحسن أمر المجموعة مبكرا آه هو عنده فرصة تانية عنده فرصة زهبية تانية ويحسن المجموعة لما يلاعب بلتنهم في أخر جولة لكن يهمه آه لكن يهمه يهمه في الظروف كمان دي تحديدا النجم بسعالي بتعرض لأزمة حقيقية في الدولة المحلي لسه خسران الكلاسيكو قدام الترجي آه فيه هجوم عنيب بتعرض لي الجهاز الفني واللعبين عندهم صابات وعندهم طيابات آه مشاكل إدارية مشاكل إدارية كتير جدا جوا الفرقة فأعتقد أن هم جايين يعني عالقل خالص يطلعوا بالتعادل يعني يعني يحسنهم أمر تهلهم ونتعب في التعادل وكفيهم جدا ومتأهلوا لكن لكن أنا كنت سعيد جدا أن الأهل اللعب مع المؤولين المباراة دي وقلت الآن جدا جدا أن الأهل اللعب مع أين بي يوم الأربعة الجاي قبل اثنين وسبعين ساعة مباراة كان هناك قرار غريب بصراحة يعني أنا كنت المباراة دي كنت هقول مش فجدا جدا على الجهاز الفني تانية شد بتاعه إحنا شفنا من ممكن زي مباراة مثلا الأهل وبالتينيوم إزاي الثلاث لعبين أصيبوا في توقيت واحد بشد عضلي وحاجات بسيطة جدا كنت خاف عن نادي الأهل من كده الجهاد يعني لعبتي نادي الأهلي الأهلي وليس سليمان ومجدي أفشا والوديانجة الثلاثة جالوا بشد عضلي بسبب الجهاد ممكن ده ممكن كان يحصل فيه مباراة النجم السحلي ومفيش فرق زمن كبير جدا يعني أنا بقول كويس جدا كويس جدا نادي الأهل مع المباراة كنت مباراة أنا كنت سعيلت بها جدا جدا آه ممكن لبعض يعني ما كانش عاجب أداة الأهلي في النص ساعة الأولى لكن أنا بربطها بمباراة النجم لأ كنت مبسوط جدا جدا كنت بتمنى المقولين يزيد ضغطه شوية على النادي الأهلي يعمل هجمانات مرتدة عشان يكون تجربة عملية نادي الأهلي والحمد للنادي الأهلي أعتقد استفاد جدا جدا من هذه المباراة تعليق البعض على أداء النادي الأهلي وعدم الإعجاب بأداء النادي الأهلي بتحديد في مرات الأمس هل ده منطقي شوية ولا غير منطقي بسبب ضغط المباراة اللي بتعرض ديها النادي الأهلي عمدار الفترة الفاتد فطبيعي الأداء يقل شوية في مرات المباراة هو طبعا أكيد بس جمهور الأهلي دايما جمهور الأهلي بينشهد الحسنيين الحسنيين الأداء والنتيجة دي هي دي المشكلة عند جمهور نادي الأهلي لكن الجماهير للوعية بتلتمس العزر وتبع عارفة إمتى إمتى تعطي بلعابة نادي الأهلي لو في مساحة زمنية كبيرة لو في وقت قدامهم إنهم يقدموا قورة لكن طبعا النادي الأهلي أعتقد أنها المباراة بشكل إيجابي بشكل قويس جدا يمكن بعض طرد رمو ربيعة الناس قلت شوية خافت شوية لكن النادي الأهلي إزاي يقدر يرجع تاني وفايلر ما شاء الله عليه أدار آخر عشر داي دي من أروع من أروع العشر داي اللي أدارهم فيها بالتحديد بعد طرد رب ربيع طبعا أنا شفت النادي الأهلي حاجة تانية خالص يمكن ناس كتير جدا 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 لو كانت لسه بتابع المباراة أو حدد آخر عشر داي مستحيل مستحيل كان أي حد يتابع المباراة في آخر عشر داي يقول أهل المطلوب من واحد خالص خالص الضغط النادي الأهلي اللي قلت بدينا اللي بتنادي أهلي كانت عالية جدا جدا وده زي أن الأهلي كان بيكون في دي واحدة وتمانين وناصر عدد وده شيء إيجابي جدا تغييراته كمان كانت إيجابية جدا جدا كلها تغييرات عملت فارق في كل المراكز يعني وسرعة التصرف بعد طرد ربيع طبعا تتنزل أليو ديانج وترجع متولي طبعا كان نفس الفكرة دي بس طبعا كان نفس الفكرة دي بس للأسف إصابة أليو ديانج دي هي اللي فرقت فرقت كتير جدا مع أنه كان فكره في آخر الساعة وهيهاجم بشكل كبير جدا هينزل العيبة لكن للأسف شديد جاءت إصابة أليو ديانج بوزط له كل خطة وابقته كل حساباته ولكن الحمد لله هي تجارب تجارب مهمة جدا وأنا شايف أن مباراة الإمبارح أعتقد أن فايلر مبسوط جدا جدا منها وأعتقد أنه النهاردة وهو بيشوف في النهاردة فيديوهات مباراة النجب الساحلي أعتقد أنه هتبقى في زاكرته مباراة الإنسان هيلحظ التشابه بالزبط بالزبط طيب أهم الجوانب الأخرى اللي ممكن تكون حريطك خدت بالك منها في مباراة إمبارح عايز أخذ توقيمك لبعض اللعبين مين نجم مباراة مين نجم مباراة بصفة عامة يمكن شوية الناس رايح الوليد إن هو عشان قدر يقتل مباراة السلية بس السلية أداءه ده السلية طبيعي ده الطبيعي لكن نحن بكلم عنه نجمل اللعب اللي يكون لفت الأنظار قوي إن يكون عمل جهد غير طبيعي عمل يعني كان فارق جدا مع الفرقة في الفوز لكن ما كانش موجود يعني كل لعبة نجم الاهلي تقريبا كلهم في مستواهم يعني آه كان بيعلى وينزل في بعض اللعبين مستوهم بيعلى وينزل مجد أفشا لسه طبعا واضح أنه لسه متأثر بالإجهاد من أكثر اللعبة اللعبة المباراة آه طبعا طبعا مجهد بشكل كبير جدا جدا لعب أساسي في كل المباريات واضح أنه هو كمان حتى لما رجع على طول اللعب على طول مباراة طنطا وبعد كده المباراة دي فواضح أنه هو مجهد بشكل جدا ما أخدش راحة كافية جدا بين إصابته في مباراة بلاتينيوم ورجع هني دو بك حتى رحلة طلعين قد صعبة جدا عليه فرجع أنا فجيت أنه هو بيع مباراة طنطا وكنت متوقع أنه مش يكون موجود ولكن فجيت بي موجود ولو كان حتى لو ديانج ما كانش عنده أقاف كان هي لعب مباراة دي هو لسه الوحيد اللي كان وحيد اللي كان معروف أنه هيغيب مباراة طنطا دي كان وليس سليمان بس لكن أنا شايف اللعب تنادي الأهل كلها أعتقد أن برحة كلها كانوا على الفترات فيه لعبة مميزة على الفترات لكن لاعب يعني كان هو الفارق لا ما كانش فيه لعب فارق من دي طب بعد بس نتكلم عن أو إحنا كمان نتكلمنا في الحقيقة في معرفة الحلقة عمر سليل لأنه هو سام في الهدفين بتعلم سام آه طبعا طبعا فبالتالي هو أحد من جوم هذه المجرارة بكل تأكيد وفي الحقيقة كل عمر مجرارة الأهم اللي جاي طبعا طبعا أكيد لكن أعيز أتكلم بالتحديد عشان أقفل ملاف المحلي أتكلم على شكل منافسة في أطول الدول كيف أطرى شكل منافسة بالتحديد بعد فوز النادي الأهلي في 12 مباراة متتالية مع بداية الموسم والله يعني أنا بس يعني شيء رائع طبعا النادي الأهلي دي بداية أفضل بداية آه يعني كسب 12 مباراة بل كده آه طبعا حصلت والناس كلها تكلمت على موسم 2002-2003 مع بون فرير يمكن بس الموسم ده يمكن النادي الأهلي خسر في الدور بأول هزيمة لي الهزيمة الوحيدة لي في الدور ده كانت أمام آخر مباراة يعني تخيل أنت فريق عامل بداية تاريخ بداية يعني بداية رائعة ليه في الدور مع بون فرير ومخسرناش ولا مباراة في الدوري والمباراة واحدة يخسرت دي من بطول الدوري طبعا لا أتمنى طبعا السنورو ده يتقرر مرة تانية لكن المنافسين كمان شوية في الدوري مش مش مدين حلاوة للدوري يعني الأهلي بيفتقد منافسة جدا قال هو ضعف منافسة ولا تفوق للأهلي لا أشاف لا لا فيه تراجع في مستوى الأندية الأندية آه طبعا فيه تراجع كبير جدا المقاولين يمكن الأفضل شوية بس أنت عايف أي فرقة دايما بتفك بعد أول هزيمة لها بتفك بشكل كبير جدا شفنا الانتاك الحرب إزاي كان بدأ الموسم بشكل كبير جدا وكان الفرق يعني كان بتصادد الدور وفتر فتر 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 لكن للأسف الأندية دي ما عندهاش روح ما عندهاش نفس الطويل يعني مجرد أول أول كبوة لها بتخرج من المنافسة وبتتراجع بشكل كبير جدا يعني يعني مين كان يقول أن الفرق بالانتاك الحرب والأهلي الفرق الكبير ده ده 36 نقطة ده 21 الفرق كبير جدا أو 24 برضو فرق كبير جدا على منافسة في بطول الدوري لا الفرق كبير جدا وأنا شايف آه آه طبعا مميز لكن المنافسة لا أعتقد أن ديكتر جدا جدا ما عندهاش القدرة على المنافسة لحد الرمك الأخير وده يمكن شفنا بس السنة فاتت بس الأهلي والزمال الكبيرة متزل إلى حد ما شفنا لحد تقريبا آخر أربع أسابيع فيه ثلاثة أندية بتنافس بعض بشكل كبير جدا ده بيكسب أحسن فترة آه يمكن ديكت أمرة تحسن من فترة لكن للأسف شريد أنا أعتقد المنافسة المسم ده مش موجودة الأهلي بينافس نفسه أعتقد يعني بينافس نفسه آه نسبة كم فيما يمكن يكون الأهلي يكتر من حسم طوات الدولة هل نقدر نتكلم في الجزئية دي مبكرا بعد 12 مباراة بس لنادي الأهلي أعتقد لا طبعا هو ليه طبعا لسه بدري لكن لكن أعتقد لو النادي الأهلي نهى الدول الأول نجح نهى الدول الأول بفارق أكبر من كده مع الأندي أعتقد خلاص تبقى المضوع حسمة طبعا يعني لو كسب الزمال في مباراة كمة خلاص تبقى الفارق كبير جدا بينه من الزمالك لأنه ما فيش أنا أقول لها ما فيش فرقة تقدر ترجع لمنافسة إلا الزمالك الفرقة الوحيدة في البطولة الدورة العام اللي ممكن تنفس النادي الأهلي علاقة به النادي الزمالك ولو أنت قدرت أن توسع الفارق بينك وبينه في مباراة كمة أعتقد خلاص الفارق يبقى لو فارق وصل 15 نقطة 18 نقطة أعتقد خلاص الأمر حسم للنادي الأهلي وتبقى المنافسة خلاص يعني يبقى ممكن نتكلم على أن الأهلي يفوز بالدورة قبل نهايته مثلا بخمس ستة أسابيع أو أكتر من كده ممكن يكون أكتر من كده لكن أنا بقول لك لكن ده ضعف المنافسين يعني ضعف المنافسين أنا مكتش أتمنى أن يكون المستوى ده الواحد تفاعل لما شاف التحديث كان داري بشكل كبير جدا الانتاج الحربي المقاولين دي الأندي الواحد توقع أنه يشوف السنة فاتت منافس جديدة يعني السنة شوفنا تجربة بيرامز وزاي عمل إصارة طول الدور العام آه بعت في آخر آخر خمس سابيع بيرامز خرج من منافسة لكن كان موجود وعمل ادى طعم آه طبعا طبعا بشكل كبير جدا ويخلى مباراتهم كانت متابعة بشكل كبير جدا يمكن بعد الأهل وزمان كانت أكثر مبارات متابعة كانت لنادي بيرامز السنة دي شوفنا التفاقنا خيرا بالاتحاس كان داري ومقاولين وتاجر حربي لكن كل ما في النقاط بيبعد كل ما نفسها بتقل قوي حتى الاتمام الجبير بيقل بالبطولة آه جمهور الأهل بيغني لوحده أو جمهور الأهل بيحتفل لوحده برقامة كياسية لكن أنا مش معنا برقامة كياسية أنا معنا يمكن النهاردة كان فيه تقارير عاملها لجنة لجنة الحصاءات تابعة لفيفا نهاردة كان بتعلن عن الدوريات العربية الدور المصر يتراجع خامس الدور المصري بيبقى دائما طبعا طبعا هو ما كان لكم عن حدة المنافسة شوية الدور المصري بقى له فترة ومفيش منافسة وتركزوا على الموسم ده آه بس أنا شاف أنه كان فيه ظلم للدور السعودي الدور السعودي أنا شاف طبعا ده يسحق يكون رقم واحد بفرق كبير جدا جدا عن كل دولات العربية يعني ده حتى تسوئيا الدور السعودي تسوئيا الدور السعودي فوادي وكل الدورات العربية فوادي التانية خالص مجمهريا وإعلاميا وممكانيات ودربين ولعبين أجانب يعني يعني حلاك لو شفنا على موقع التسويق الدورات العربية هتلاقي دور السعودي واخد رقم رقم مهول يعني عشر أضعاف في كم التسويقات دور المصري عشر أضعاف في كم التسويقات تتكلم في التالي تتاليبا كان تلتمئة تلتسويقين مليون دولار القيمة تسويقات دور السعودي تتكلم في دور المصري تقريبا مش عارف تتاربعين مليون دولار رقم رقم بعيد جدا يعني رقم بعيد جدا جدا على الدوري السعودي حتى الحضور الجماهية للدور السعودي مختلف نتائج عدد عدد الدربيات في الدور السعودي أكتر أكتر بكتير تتتكلم عنها مثلا تمن تسعة عشر متشاط في الموسم الواحد الوريات الجماهرية كبيرة جدا آه يمكن دي موجودة شوية يمكن عندنا في مصر شوية كامل من دا بس نفتقد الجماهرية منفتقد يمكن بس دورة تونس عشان الفترة اللي فات كان فيه النجم والتراجل والتراجل يكسب فيه مبارح كان فيه التراجل والأفريقي اللي تراجل يكسب فيه اتنين واحد يمكن شوية بس الدورة تونس عشان عدد المباراة فيه الجماهرية بيت كبيرة يعني طيب عايز اتكلم بالتحديد معاك عن مستر ريني بايلر وانت قربت منه شوية في السفرية اللي فاتت في زنبابوي مباراة بلاتينيوم كنت متواجد بتقايم المدير الفني ازاي حد دلوقتي هل ده معاة تقييمه ولا برضه لسه شوية ولا كأننا احنا قايمناه خلاص لا لا خلاص لا اعتقد مدير الفني رعب عشرين مباراة لا خلاص يعني بالتالي عايز بقى تقييمه طبعا انا شف ان هو مدرب هادئ اه وديonton مزة مهمة جدا ممكن تكون للمدرب انت تشوفه في الاماكن العامة هذه ده مش شرط ان يكون في الملعب صح هادئ من وجذية كنت بتشوفه ق pont д Kyungan لطيف وقد دающий انسان مجامل في الاماكن العامة وقد دающий ودود جدا في التعامل مع الجماهير ومع الشعب المصري وصفرة عامة ق airports قط اي ودود لكن في الملعب كان حاجة تانية صح فهينا يمكن اهدى شوية من الجوزين في الملعب يمكن اه شوية انا معرفش طبعا الحوارات الخاصة مع العيبة يمكن فجيتم براح بتصريحه عن صلاحه جمعه اه نكلم عنه اه لكن انا شايف انه هو هادي جدا 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 واضح انه عنده حلول كتيرة كتيرة وسريعة العناصر كمان وجود العناصر كتير في ندائل المريحة شوية مش بخليه متوتر حتى في مارتش بالتونيو مش شفتوش كنت يعني طبعا مباركة كانش في حضور جماهيري ومباركة هادية فكت شايفه شايفه تحت في الملعب اه شوية توطر على الحكب لكن ده مش توطر مدربين المدرين الفنين يعني في مدربين الفنين تاني لما فريدت اتعرض للظلم في مورا مهمة لا بيكون الرد فعلي اه بيكون الرد فعلي عنيف يعني لكن انا شايف انه هو مدرب هادي جدا مدرب واضح انه عنده تجربة هو قالها في البداية لكن انا بقيت اقمن يعني اقمن جدا جدا بما قلت انه عنده تجربة عايز يخدها مع النادي الاهلي مشروع وتجربة بالفعل هو عايز يخدها مع نادر أهلي حكاية الأرقام الكاسية مش في دماغه خالص قبل المباراة يمكن شفت قبل المباراة برضو قد ايه هو بينعزل مع الجهاز الفني وده كتير جدا بيه هو مع الجهاز الفني المعاون وده برضو كانت ملحوظة كلامه كتير معه كلامه مع اللعيبة شفت كتير جدا في رحلة العودة يمكن تقريبا نص طبعا رحلة العودة كانت رحلة طويلة جدا جدا اه بتاع 14 ساعة ازاي يوعد مع الشيف اكرامي محمد هاني ويتكلم معهم فترة طويلة جدا 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 في الطيارة يتكلم معهم بيقرب من اللعبين اه بيشرح وجهات نظره اللي ده مستبعده اللي ده موجود وليه انت تاخد فرصتك امتى واضح ان هو كمان مش عايز لعيبة تبعد مش عايز اللعيبة تحس ان فيه لعب أساسي ولعب احتياتي وهو واضح دي رسالته واضح نهو مكنع لللعيبة مكنع كمان اه مكنع جدا جدا لللعبين اه يعني يعني ما تشوف واحد زي الشيف اكرامي ازاي يخوض رحلة زي دي طويلة جدا ويسافر رحلة عصيبة جدا 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 وهو واثق ان هو مش عايز لعب المبارل ان هو مصاب وليس بيستكمل علاجه ده اكيد ان هو مؤمن ان يعني ان هو عايز يكون موجود مع الفرق او عايز يكون مع الجاز الفني اعتقد لو علاقته سيئة مع المدير الفني كانش هسافر اه اللعيبة حتى لكات عددك كنت تشوفها ازاي هدية اوي اوي الهدوء الغير عادي ازاي اللعيبة حتى بعد المباراة كلهم مع بعض لا واضح ان هو رايب او من اللعيبة فيه قطناعة جدا من اللعيبة بامكانياته بفكره اه اللعيبة شايف ان هو مش ده المدير الفني اللي هو عنده فريق اساسي او لعبين اساسيين او لعبين مشاسيين احنا نشوفنا يمكن كلنا كلنا اه شوفنا ازاي في اول مباراة ليه مع كانس بورت ازاي نشوف واحد زي واليستي ليمان وصراح محسن اتنين احتياطي ويسجلوا هدفين المباراة بعدها مش موجودين مع الزبالك على طول اللي اتنين ما كانوش بيلعبه اصلا مش موجودين خالص اه اللي بيلعب كده فواضح ان الرجل عنده فكر مش مش مجرد بس ان هو اللي يكسبه اللي يغلبه لعبه لا ما عندهش اللي هو فكرة اللي هي الفكر اللي هو بتاعنا احنا اللي تغلبه لعبه لو انا معي اتنين لعيبة زي واليستي ليمان وكسبوني مطش وكسبوني مطش لازم وده موجودة وده عرفة موجودة هنا في مصر هنا لكن شوفنا ازاي كل مباراة عميت احتياطي وتبديل موجودة لحد وصلنا ان كل فرقة كلها بيت اسية شوفنا ازاي يلعب بحجم واليستيليمان لما ينزل في اخراج ده يقدر يغير مباراة شوفنا ازاي كهرباء لما ينزل مباراة بيعني ثلاث مباراة تنزلها احتياطي ونازل بمفيش غضط عنده ان هو لعيب كبير واسم كبير ولعيب دولي وجاي نادي زي نادي الاهل ويبعدكة البودلاء كل مطش يبعدكة البودلاء ما عندهش غضطة ابدا في هذا الامر فواضح ان المدير الفني ليه يدور كتير جدا في تياتي اللي عميل نفسي لهذا الامر بالتالي بتشوف تصرحته عن صالح جمعة مباراة ازاي هو خلاص الراجل اعلن صالح جمعة ومش معه الفترة اللي جاي هو متس يحسب له ان هو جريء يعني يحسب له اه طبعا جرأة احنا تقريبا كان كل بيعبس مدى قوة شخصيته شخصيته طبعا 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 وتعكس ان الراجل ده عايز اشغل في مناخها دي مش عايز توطر حواليه احنا شوفنا اكتر من مدير فني جم سواء اجنبي او محلي كانوا ما بيقتربوش من ملف الجمعة اللي بتصرحات صالح جمعة اه صالح جمعة اللي بتصرحات المعتادة بتاعتنا اللي احنا عارفين صالح لعيب كويس بس محتاج وقت محتاج مش عارف ايه لكن هو مبارح قطع الشك باليقين وكان تصريح ده تصريح يعكس ان هو مدير فني جريء جدا جدا ما يهموش السوشيال ميديا ما يهموش الاعلام مش ابدا الاعلام هيقول لي على هذا التصريح لا اهم مصلحة الفريق اه اهم مصلحة الفريق بس الراجل فصل نفسه تماما عن العالم الافتراض عالم السوشيال ميديا احنا كنا بنشوف دايما مسؤولين كتير جدا 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 بيخافوا يدلوا بتصرحات بشأن لعبين كبار خوفا من رد فعل الجماهير لكن الراجل واضح ان هو وضع ده مش فارق معاه تماما واضح تماما الراجل ده جريء وعايز فرقة تبقى هادية مش عايز مناخصات حواليه الراجل عارف ان هو مقبل على مرحلة مهمة جدا في الفترة الجاية واكيد طبعا تصرحات صالح جمعة اكيد كانت لها دور مهمة جدا ان الراجل يخرج بهذا الشكل ويعلن ان صالح جمعة بيكونش موجود اعتقد ان صالح جمعة لو كان يعني صمت او كان ممكن 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 ما كانش يخرج باس فرصة اه مش في فرصة يعني او كان ممكن على الال خلاص يعدي المرحلة دي لكن لكن واضح ان تصريح صالح جمعة خلى الراجل حازم جدا قالك طرام ان هو اتكلم يبقى احنا لازم يكون لنا رضي فعل ورضي فعله كانوا بشكل مباشر يعني هوا كانوا اخذ قرار قبل تصرحات صالح من وجود نظرح ولا بعد واضح واضح لا لا طبعا قبلها طبعا واضح طبعا ان صالح جمعة خارك حسابياته زي زي كل مدربين اللي فاتوا يعني مش بكلم على فايلر بس لو فايلر بس يبقى المشكلة عند فايلر لكن لما نشوف قبليه طبعا صارت اللعب على فكرة صالح اللعب الدور التاني كله تاني اه اه ماشي لكن الاستمرارية هي المهم المزاد الاستمرارية مش المهم اللي لعب كم مباراة المهم الاستمرارية هي النجومية في الاستمرارية مش في عرض مباراة ولا عرض الاهداف يعني دايما النجم الحقيقي هو النجم اللي يكون رجلي في الملعب دايما وابدا بعيد بيغدرددده عن اصابة يعني اه لاخدر لو في اصابة ده ظروف غادردددده عانا لكن لما يكون اللعب موجود بموهبة وما يدرش يفرض نفسه عتك تبLu расexpl focused on серд you تنسح صالح بإيه خلال الفترة اللي جاي؟ موجة نظرك والله أعتقد أن صالح تلقى رسالة كتيرة جداً يعني يمكن أكتر لعيب بعد بريم سعيد خد نصحه ودعم ودعم كمان الدعم يمكن جمهور الناد الأهلي دعمه بشكل كبير جداً يمكن ما فيش لعيب في الناد الأهلي آه كان فيه دعم للعبين المروا بظروف مشابهة لكن ما فيش لعب حصل بدعم على مدار أربع مواسم زي صالح جمعة يعني شوفنا الدعم غير عادي وهاشتاجات غير عادية بصالح جمعة وبتاع وكده أعتقد خلاص السابقة سايف العزلية أعتقد ما فيش وقت لتكلم تاني خلاص يعني طيب خلينا نخش بقى في الأهم واللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي مباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني المطشين وراء بعد ما فيش حتى مباراتي النص في الدولة على طولها تلعب الاثنين وراء بعد خلينا ننتدي بالنجم الساحلي الأول بتشوف مدأ أهمية هديم وراء وكيفية النادي الأهلي التعامل مع فريق النجم الساحلي شوف النادي الأهلي مع الأسب حط نفسه في خانة اليك كذا بيقولها خلاص تسبب التعادل مع بلاتيني طبعا 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 كنت موجود برضو في السفرية دي أسباب التعادل مع بلاتيني وإيه؟ أنا أعتقد أعتقد يعني أن رحلة الطيران كانت لها دور مهم جدا 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 يعني أنا ممكن أحمل رحلة الطيران أو الرحلة بصفة عامة كلها والجهادة ممكن أحمله نتيجة خمسين في المئة من نتيجة المبارات خمسين في المئة طبعا هقول لك يا أمير لما يكون أنت كنتينت لعبين يصابوا إصابة واحدة إصابة واحدة قبل المبارات بيوم أو حاجة لا يبقى أكيد لعبات المبارات بس وليد سلمان كان سمانة أريو ديونج سمانة برضو إرهاب أفشى 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 في الرجل لا بس كان إجهاد كان أبلا ودازهم بداش أساسي واحد تشطي أعمى ما كانش فيه آه يعني أنت شوف لما تندع عليه فجأة وأحمد الشيخ يكون طلع المدرجات وفجأة وفق المدرجات انزل بسرعة هتكون في القايمة وكده لا واضح أن رحلة التيران أسرت جدا وأعتقد أن على إدارة النادي الأهلي أن تتضارك هذا الأمر بجد يعني يعني من خلال قناة الأهلي بقول لإدارة النادي الأهلي أن عارض الحسابات في الرحلات الطويلة زي كده آه وخاصة المبارات المبارات اللي هي لا تقبل القسم على التين يعني أعتقد النادي الأهلي وكان المبارات كانت وكمان أنا بحمل رحلة التيران مسؤولية كبيرة جدا وسهولة المباراة كمان يعني الإعلام الإعلام سهل أول اللعيبة المباراة ممكن ده شوية خلى اللعيبة نزل مباراة الناس كلها كنتمهية نفسها الأهلي هيروحي يجيب التلات نوات ويرجع لا مش التلات نوات بس عالد الأهداف طبعا عالد الأهداف يعني أنا أنا قاعد في قاعد بنحضر المدرجات ومتوقع النادي الأهلي عايز أقول يعني بتمنى كنتم بقول لي يا رب الأهلي بس يجيب جنين يعني شوية الأوليين عشان المباراة بسهلة لنا يخلص صفر مش مشكلة يخلص صفر مش مشكلة لا خالص 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 أنا صعقت لما لما جي جن يعني يعني ما ما سوابتش الأمر في البداية يعني بعد كده كمان لما لقيت الوقت عدة وشوية الأول انتهب بنتيجة الأهلي خسران لا عرفت أن الأمر أصعب كتير من حكومة خالين الأعلام لعب دور سلبي جدا أنه خل الأعبة لدي الأهلي ظن أنهما في رحلة اللي جهات كان ليه طبعا دور كبير جدا لكن مش مهم المهم أنهنا في المرحلة دي يعني 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 اللعبية حاست قوي قوي بعد المباراة أنهما قصروا حق نديهم وحق جماهرهم وحق أنفسهم لاباك أزعلنا جدا بشكل جرعادي ما كانش مصدقة أنهما يخرجوا بالتعادل طبعا الأجواء وكلها كتأجواء هزيمة يعني يعني أنا أنا نفسك أفنسل أن الأهلي متعادل لأنك دايما يعني بمجرد الحقيقة ما صفر بتعامل أن الأهلي خسر المباراة مش متعادلش مباراة كله كله بتعامل أنها هزيمة لعبت نادر أهلي يمكن شوية كنت أصلي جدا بالتعادل ده ومع نفسه معاد ونفسه بشكل كبير جدا ده لأمورة صعابت بشكل أوضافر لكنهم عندهم ثقة كبيرة جدا جدا ومن حصن الحظ الحمد لله أن المباراة النجم هنا وكان مهم جدا أن تكون مباراة دي هنا يعني أنا ما كنتش عايز أن الأهلي يبقى عن مباراة بلتنهم يلعب مباراة برة يعني الأهلي برضو بمحظوظ شوية أن المباراة النجم هنا النجم تحديدا كمان لو كان فيه مثلا الهلال قبل النجم برة كانت تبقى صعبة صعبة طبعا صعبة جدا على نادي الأهلي طبعا يعني يعني الأهلي محظوظ برضو في حكاية أن يرجع من بلتنهم مع المباراة النجم هنا وكمان محظوظ أن النجم كمان عنده فرصة تانية يعني النجم بالنسبة له مباراة مش حياة أموت لكن بالنسبة له كنت حياة أموت يعني دي أنا كتب حتى في المجالة النادي الأهلي هتطلع إن شاء الله كتب الانتصار أو انتصار دي مباراة ما فهاش خيار يعني لأنه ممكن أنا معرفش الحسابات يمشي إزاي لكل شيء وارد لكن ممكن تكون فرق أهداف ممكن يكون لها فعال تتساوي فعال تتساوي وده ممكن صعب شوية لأن الأهلي سابع وهم تسعم هيرجع المواجهات المباشر النجم كسب واحد سفر تاو كسب اتنين لكن 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 النجم النجم أعتقد جاي خسران مباراة مهمة جدا في غضب جماهيري وده ممكن يعمل حافز العبية بشكل جدا هل ده ممكن يكون مكياس بالنسبة لأداء النجم في موراة الأهلي أو المنافسة المحلية بالنسبة له حاجة ومنافسة الأفريقية هو وضح وضح تماما النجم خرج من منافسة في الدورة التونسية ووضح تماما يعني الترجي بيغرد وحيدة زي النادي بصورة الكربون من النادي الأهلي من أقوى المنافسين إنسان نادي على بطول الترجي طبعا الترجي الترجي أمير فيه لعيب في النادي الأهلي قال الترجي من أقوى الفرق إداريا في أفريقيا وطبعا إداريا دي هو فاهم يعني قال الترجي ده من أحسن فرق يعني عندها إدارة تلعب خارج الملعب يعني الإدارة الفنية يعني ولا إداريا إيه إداريا إدارة النادي إدارة النادي يعني يعني الترجي قوته في إدارته يعني عنده إدارة بتعرف إزاي في الكواليس تلعب زي تلعب الجيم المباراة الكبيرة زي تلعب الجيم المباراة النهائي زي تلعبه تلعب الجيم ده زي بخارج الملعب وده طبعا وضع في الاتين النهائي اللي شفناه هم وره بعد المتصاليين. يمكن ده شوية قال الناس شوية ان اقدارة الترجي يمكن ممكن حتى كفية تصريح كتسر وحفيز قريب. اه برح. ليه حكاية الاندية شمال افريقيا او تعليل اندية تونس والمغرب. والمغرب بتعرف الاخبار بتخرج من هناك يعني. اه مخترقين الاتحادة افريقيا بشكل كبير جدا جدا. فعلا يمكن والله يا فعلا يا امير يمكن تصريح سعب حفيز ده وقفني. بس ده ملزان بالادارات الاخرى يعني بتاع الاندية الاخرى يعني. لا 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 ازاي ان هم يكونوا على علم بمديق بالحكاية. هل دي شطارة? ولا ده يعني سوء تعامل وما فيش تكافؤ فرص بخصوص العلاقات مساء او كلمة. لا 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 واضح لا 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 وعلى علاقاتي بمصر طبعا يعني يعني اعتقد ان هم عندهم نكحين او ان هم يكونوا موجودين. اه. داخل افريقيا بشكل كبير جدا. دي هاي. واضح ان هم موجودين بشكل كبير جدا. اه اه يعني اقول لك انا امير احنا كل مباراة للاهل مع اندين شمال افريقيا لازم اسم الحكم بنعرفه اولا من من الصحف هناك. دي هاي صح. يعني شوف احنا احنا كنا بتكلم كن في ناس بتكلم على اه 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 تسيمة لاسيوبة هيدي المباراة. اه اه. فجأة واحنا بتكلم كلا لقينا الصحفة التونسية بتعلن ان فيكتور جميز هو حكام المباراة. اه. اه القرارات كمان. قرارات الكاف. كلها بتعلن. طوالة من هناك الاول من هناك الاول. اه يمكن صحف تونس بتزبقنا في الموضوع ده بشكل كبير جدا. والمغرب. والمغرب طبعا. وبنعلق وفي البداية بنفتكر ان ايه اتهدات من القرار طالح حرفيا. حرفيا. يعني لو هما كاتبين تنقى الرطي قرار بيطلعوا. فعلا. من فيش منهم قرار خاطئ. من فيش منهم قرار. حتى هما كاتبينه بشكل مختلف. حتى لو قرار مش في مصطحاتهم. لكن بيكتبوا قرار موجود. واضح ان هما متواجدين بشكل كبير جدا داخل متواغلين جدا داخل تعالى الفريقي. ومن هنا الخطورة يعني. الخطورة ان هما يكونوا عارفين كل لحاجة. عارفين كل القرارات بتطلع قبل ما تعلن. ممكن احنا علاننا كتير جدا مسلا ساعة مباراة ازمة المباراة النهائي دورة افريقيا للوداد والترجل. كنا احنا بنقول تصرحات ما وهم بيقولوا حاجات تانية. وهم صح. اه. هم صحة في الاخر. لكن انا بقول لك هما عندهم مشكلة النجم الساحلي عنده مشكلة. غياب الحرس الاساسي طبعا. موقوف. موقوف. الحرس التالت مصاب. وليد الكردان عنده رباط صليبي. فعندهم حرس واحد بس هيجوا بيه. اللي هو اشرف كرير. و اشرف كرير ده هو حتى لعب المباراة المباراة الاولى بين الاهلي. والنجم الساحلي في في رادس. كان هون الحرس موجود. هم عندهم مشكلة. مشكلة جدا. حتى عندهم اه هم عندهمش اصابات اه زي زي النادر الاهلي. ما عندهمش غيابات كبيرة زي رمضان صبحي. يمكن همهم مهتمين جدا او نهاردة احتفوا بتصريح الدكتور خالد آآ آآ خالد محمود آآ مدير. بصعوبة الحق آآ 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 رمضان صبحي. ده بردين بشكل كبير جدا. وجميل انك بتحتفل ان رمضان صبحي مش موجود. ما عارفين رمضان صبحي ده مهم جدا وجوده في آآ في المباراة زيادية. وعارفين ان ده لعيب عند روح قتالية كبيرة جدا. فهم ممكن قبل ما يجي لك آآ تابعت اكتر من موقع تونسي بيحتفوا جدا. يمكن الخبر الابرز. الابرز بالنزل. آآ آآ. آآ آآ نجم يخش يعرف مين. آآ آآ. هما عندهم عندهم اصابات بس اصابات بسيطة جدا. ياسين الشخاوي عنده اصابة خفيفة. عندهم برضو. بس لعب مهمة. طبعا ياسين الشخاوي. العب مهم جدا. بيلعب قدامنا ده آآ آآ في سابعة يعني. بزلط. ياسين الشخاوي ده انا حضرته مورة الاهلي آآ والنجمة الساحلي آآ آآ الصبر الافريقي في في اسيوبيا. في آآ الفين وسبعة كان ياسين الشخاوي لعب صغير وكان من نجم الفريق وقتها. في ماري الحناشة برضو عنده مشكلة عنده صدام بن عزيزة وعندهم زياد بغطاس بس شوية عندهم طبعا المهاجم اللي جابهو جديد ردوان زودام ده برضو. آه جزائري. آه لعب. مهاجم جايد جدا. شوفتم منه ده مهاجمات اهداف. كمان. سليمان كل بالي موجود. سليمان كل بالي موجود وعمل تصريح. قال ايه? قال فيه يعني ان انا مباراة الاهلي بالنسبة لي مباراة خاصة جدا مباراة حساسة جدا بالنسبة لي. اهلا بي. آه ان هيكون ان انا اجي مصر ارجع مصر وواجه النادي الاهلي بعد الازمة اللي حصل دي. ده امر بالنسبة لي هيكون ضغط كبير جدا علي مباراة حساسة. لكن طبعا قالك ان انا بتمنى الفوض وكده فهو واضح ان هو عايز شوية عارف ان هو هيكون عليه ضغوط شوية هنا لما ييجي هنا. طبعا. يمكن شوية من حسن حظه ان للأسف مش هيكون في المدرجات مش هتكون كاملة العدد مهما كان والموفاة الامنية طبعا مستحيل الامن هو الوافق من. الستاذيب على الاخره. لكن اه هو اتكلم عن الموضوع ده وواضح ان هو اه عايز يهدي الاجواء شوية. قلته تصريح كبير جدا النهاردة عن المباراة. وقال هو اعترف في المباراة بالنسبة للمباراة حساسة جدا. وقال ان انا في كل مكان هكون متوجد فيه في القاهرة الناس هتكلمنا على الازمة بتاعت الشهيرية. ولكن انا اتمنى ان احنا نكسب رواج المباراة عشان نحسب امر التاهل ده ونتفرغ لبطولة الدوري. اللي احنا موقفنا صعبة جدا في الدوري. ممكن النهاردة كمان كان عاملين تقرير لآآ الاسباني اخوانك خاللس جريدو. المدير الفني السابق لاندي اهل المدير الفني اللاعب ستاشر مباراة قادل آآ آآ آسف عشر مباراة بس آآ قادل آآ نجمس عشر مباراة. اربعة في دور الابطال كسب آآ تلاتة وخسر واحدة. ودي نتيجة هم ما شايفينها كويسة جدا جدا. ويكسب تلاتة. مدير الفني جديد كمان. اه لكن في الدوري لعب ست مباريات خسر تلاتة. اه اه مباراة كمان خاصة لجريدو يعني. اه اه فطبعا هم واضح ان هم المباراة الاهلي بالنسباله آآ عالميا الاعلام هناك منتظر ان تكتب مع الاهلي هنا. بشكل كبير جدا. قالوا مفيش عندك اي مشاكل ده فريد انت كنت بدربه. الاجواء انت عارفها كويس جدا في مصر عارف ملعب كويس. سألها حتى ارضية ملعب انت عارف ارضية ملعب كويس جدا. انت مش محتاج. حتى مقلول انت مش محتاج انك تروح مبكر. هما جاييني والخميسي قال وانك مش محتاج انك انت تروح مبكر اه القاهرة ولا تروح تعمل خمس داريبات. ولا محتاج انك تدرس نادي الاهلي انت لعبتهم قريب. وغير انك لعبتهم قريب. انت عارفهم اصلا وعارف الاجواء في مصر كلها وعارف التحكيم في القاهرة يكون ازاي. فواضح ان الاعلام التونسي حمل اه جريده ضغوط كبيرة جدا قبل للمقراضية. فان شاء الله بالنسبة ان شاء الله باذن الله شايف ان فرص لل票 نادر الاهنة طبعا باهزن الله طبعا لان ما فيش خيار بالنسبة فريص الناديها كبيرة جدا ان شاء الله باذن الله والاهن قادر وان شاء الله باذن الله بس المنافسة سليسية قوية جدا اما بأي الاهل والهلال والنجم يعني الهلال دلوقتي اللي كسب بلاتنيو. فبالنسبة له ممارات الاهلي في السودان هتبقى يعني حياة اموت يعني. طبعا. من هنا جاي قوة المنافسة. شوف امير الاهلي فنيا اعلى من الهلال كتير جدا. الفورية الفنية بين الاهلي والاهلي كبيرة جدا. لكن بجد بجد يعني النادي مصري يروح يكسب في السودان ده امر صعب جدا. صعب. والخاصة من الهلال والمريخ يعني. الاهلي ما يكسبش هناك كبير. لا خالص خالص يعني. ممكن افضل نتيجة كنتمرة تعادل السلبي. اه تعادل السلبي. على ما اتذكر يعني. لكن بجد الاجواء في 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 السودان صعبة جدا 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 جدا. حتى لو موقف الفريق اه يعني صعب او عنده مشاكل زي رحيل كابتا عادة صدق. ولا اي مشكلة. لا لا هم دي بالنسبة لهم مبارد قدمة. دي دي كل مفوضة النيل بالنسبة لهم. دي حاجة تانية. الحضور الجماهير عندهم طبعا طاقي بشكل كبير جدا. اه همهور مش ممكن. بتشوفوا عندهم حماسة غير عدية. الجمهور ده كمان يعني فيه فعلا جماهير بتلعب اه بتكون اللعب رقم واحد مش رقم اتناشر. اه في اه انا شايف ان فريق زي الهلال السوداني ومناخ السوداني دولا بجد من من الاندية اللي اللي عامل الجمهور هندوقهم مهم جدا جدا جدا. طبعا طبعا. يعني ده فعلا رقم رقم واحد يعني انا شايف ان ان زي ما بشوف ان انا بشوف دايما ان مازمبي هو اشرس فريق افريقا على ارضه. فعلا. يعني اشرس فريق يعني. والودات. لا لا يعني الوداد وسيضا لو انت في الاقتك كويسة كويسة ممكن تم نتيجة جابية. ونديل احياني عمل نتيجة جابية قبل كده؟ قبل كده أبس وكانش الوداد بيلعب على ملعبه لكن لما الوداد بيلعب على ملعبه تبقى صعب جدا لايه العمل في المغرب مع الوداد. كان ملعب ثاني لأن ملعب مراكب 2 محمد 5 في إصلاحاته لما كتسبنا بهدف رامي الربيعة ملا كانش ملعب ده. لا أبلي كده عام أبو تريكل قال أيام ابو تريكل الله أه وحد واحد هناك من الملعب رئيسي الملعب مركب محمد الخامس وكان الملعب ممتاحержة يعني يعني اقوى مستحيل يعني وكمان الفريق الفريق الوحيد اللي ما بيفوز يفوز بسلاسة جدا يعني يعني ولا محتاج اه التحكيم ولا محتاج ولا الضغوط كمان بالتالي بتشوف بتشوف الفرق اللي بتنافس على اللقب السنة دي ميني انا انا احط الترجل لأسباب اخرى مش عشان هو قوي فنية لا قوي طبعا 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 قوي فنية اه طبعا لأ لأ عنده رعيبة كويسة جدا لكن 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 انا شايف ان مثلا لو 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 ما زنبي لو ما زنبي بلعب مباراة مع بعض زهاب وعودة لا اعتقد ان ان بعيدة عن امور التحكمية بعيدة عن اللعبة خارج البساط لا طبعا طبعا ما زنبي اقوى من من الترجل فنيا لكن طبعا لا السنة شايف لا في فرق كتير جدا ما زنبي قوي جدا ساندونز قوي جدا الترجل الزمالك الاهلي في خمس اندية اه بشكل كبير جدا النجمة انا مستبعده بصراحة يعني النجمة اه حتى متقهلى فريق نreme مش فريق بطولة يعني يعني على ان السنة الا وممكن يتقهل بازن الله هو الاهلي يتقهلوه مع بعض او الاهل والهلال اي مكان يعني الاهل مع أي حد منهم لكن اي فريق مع الاهلي هي تقهلوه عن مجموعة دي مش هيكمل في الدور النهائي انا تمناut كل التوفير النادي الأهلي في مسيرته الأفريقية وبإذن الله يتأهل دور الثمانية مش بس كده إحنا هدفنا اللقب بإذن الله تعالى المفتقدين وبقالنا فترة عايز سريع نتكلم معك في بعض الجانب المحلية بالتحديد فيما يتعلق ببند تضارب المصالح بخصوص لائحة النظام الأساسي خاصة بالتعادل الكرة في البداية كان فيه جس نبض كده من بعض أعضاء الاتحاد أو اللاجنة الخمسية الحالية مع الفيفا بخصوص بند عدم الترشح إنهم يترشحوا من تخبيات رأيك في الموضوع ده فيفا رفضيت خلاص وكان من الطبيعة والمنطقة أن الفيفا عرفها والفيفا هي الغريبة بس الغريبة الغريبة اللي هي جس نبض يعني إيه غريبة أنت كده كده عارف أنك أنت جاي عمل فترة مؤقتة وإنت قبلت قبلت أنك تكون جاي متطوع فترة إنقاذ لمدة لفترة معينة لمدة السنة فأنت كان عليك أنك أنت تكون يعني وعادل جدا جدا لأنك أنت لو لو أعلنت على رغبتك في خود الانتخابات يبقى أكيد هنشكل في كل قرارتك لفترة الجاية تبقى كل قرارتك لصالح الجماعة العمومية فأعتقد أن أمر صعب جدا وكان طبيعي أن ده طبيعي أصلا طبيعي اللي مش طبيعي أن هما يحاولوا أو أن حد يتكلمه فعلا يعني فيه أعضاء من لجنة نفسهم الفترة الطول أو اللي هما يخلوا تجربة لكن حكاية التغذير اللوايح دي أعتقد أن هما أتمنى أن هما حتى لو لوايح مش في صالح الكورة المصارية حتى لو متغيرتهم مطالبين لكن كنا كده تلعب في لوايح وانت جاي بفضل دي مش مطلوب منك أنت سريعا بند تضارب المصالح فيما يتعلق بإعلامي مثلا ما يترشحش للانتخابات وكيل أعمال لعبين مثلا أو مدير لعبين وقلاء اللعبين يعني ولك شركات الاستثمار الرياضي وكلام من ده ده بنده حيبقى موجود في الله حيبقى رأيك في أهمية البنده هل شايف إن كويس إن يبقى موجود ولا لازم يبقى كل ليحق في طراش لا أنا شايف إن كل واحد يكون ليحق في طراش حتى لو أعلامي تضارب المصالح حتى لو أعلامي تضارب المصالح إلا كده في ناخد فيه حساب فيه سواب وعقاب حين شوفنا اتحاد القورة رغم كل اللي عملوا ده لكن بمجرد مش ده مش ده تحاد القورة هنا كسعلم بمجرد إخفاقه كله في الزبط صح في سواب وعقاب انتخاباتها تبقى ساخنها في تحاد القورة بعتوص راحة الكابتن أحمد شوبير طبعا لو لو نزل الكابتن أحمد شوبير ووالدس هنا وليدة أعتقد دي ممكن تكون أشرص انتخابات في تاريخ يعني في تاريخ تحاد القورة من سنين طويلة جدا يعني من ممكن تكون الأشرص على مدار التاريخ كمان كله يعني أنا على مدار مسلا أكتر من خمسة وعشرين سنة ما شفتش انتخابات عنيفة في تحاد القورة يعني آه ممكن ناس تنزل قوية وبتاع لكن ما بيكونش فيه صدام عنيف ده وصدام تبقىش النسب خمسين خمسين زي كده مثلا آه طبعا وخاصة جبالة ومية هيكون مقصة صعبة جدا أستاذ علاء عزة نورتنا وشرفتنا في حياة قدسعية جدا شكرا جزيلا أستاذ علاء عزة الناقض الرياضي الكبير بالأهرام كان دفنا العزيز في حلقة اليوم انتلام في الميديا دي كمان كانت حلقتنا بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة عن نادي الأهلي انتظرونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة